اكدت سعادة السيدة امنة بنت احمد الرميحي وزيرة الاسكان وتغطية العمراني ان المملكة خطت خطوات متقدمة على سعيد تضمين مبادئ الاستدامة في تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية المدرجة في برامج الحكومة وقالت سعادة الوزيرة الرميحي خلال مشاركتيها في الاجتماع الوزاري الثاني حول التحضر وتغير المناخ ضمن اعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الايطارية بشأن تغير المناخ ان التوسع الحضاري والنمو السكاني الذي تشهده دول العالم ومتطلبات تحقيق اهداف التصدي للتغير المناخي تستلزم ضرورة تعزيز الجهود المشاركة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية لتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية المستدامة وتحديث السياسات التخطيطية والاسكانية بما يتوافق مع الاهداف الانمائية ونوهت سعادة الوزيرة بتجربة مملكة البحرين في مجال التخطيط والتطوير العمراني والحضري بالتوافق مع الهدف الحادي عشر من اهداف التنمية المستدامة 2030 حيث اكدت ان الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله تبدل جهودا مستمرة لتطوير المعايير التخطيطية بما يضمن استدامة المدن عبر تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير لتعزيز الاقبال على الاراضي الزراعية ترجمة نانسي قنقر